يا سيد احمد سلام عليكم عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل انا كان عندي سؤال بالوقت فضل انا كنت اه يعني انا مطلق وعندي بنت مه واتعرفت على واحدة برضو هي منقصلة وعندها ولد مه اه حبيتها وعايز اتدوزها بس المسكلة ان والدتي معترضين تماما مه عشان عندها اه ولد يعني مه انهم خايفين ان قد يكون في مشاكل مديني مستقبلا مديني مديني إلا مه هم معترضين تماما وانا قلبي متعلق بيها واريت يعني اريت طب كده في يعني سمعت فتاوي انه هو ما فيش طاع للوالدين في الزواج او حاجة زي مه فهل انا لو انا اخدت قرار ان انا اتقدم سالها مثلا هل ده هيبقى في عقوق للوالدين مع العلم طبعا انهم والدي والدتي بيقولوا لي ان احنا غضبانين عليه كل كلام ده كلاني مه طيب حضر فانا مش هارف اعملي فصار حضر هو لا شك ان طاعة الوالدين طاعة مطلقة الا من الشرك يعني لو قالك ايه شرك او اكفر او اكفر بالله بس هذه الحالة الوحيدة اللي انت بتخالفه فيها لكن باقي الامور لا مخالفة فيها لا نستطيع ان نخالفة فيها ولا استطيع القول بالمخالفة في هذه المسألة انما هو المسألة بتتطلب نوع من انواع الاقناع هل هم لما بيرفضوا هل عندهم اسباب احيانا الاب والام عندهم اسباب مقنعة وده سبب قد يكون هم يعني عندهم فكرة او عندهم خبرة بهذه الخصوص او شافوا حد فشلت زودته تستانية بهذه الصورة مش عايزين يعني تكرار مسائل الزواج اكثر من مرة فعض الناس بيبقى عندهم دي وجهة نظره يعني بعض الاباء بيتيبقى دي وجهة نظره هجاوز ابنه المرة التانية طب لو ما انفعش يبقى اكتالتة يبقى رابعة يبقى ده مزواج فبيبقى عندهم اللقطة دي برضو عند البنت عنده بنته هجاوزها مرة ففاف تاني مرة بيبقى فيه قلق جامد واضطرابات غير طبيعية في هذه المسألة انا بقولك دي وجهات النظر اللي موجود لكن انت بقى اذا بتزوجت وهم اصروا على رأيهم وقالوا ان يكون غضبانين عليك لو فعلت ذلك ليس امامك حل يا استاذ احمد غير انك انت تقنعهم مع الوقت وهم لما يشوفوا عندك الاصرار على طلبك هذا او على رغبتك دي ممكن بعد كده يتناسدهم عما عندهم حاول تناقشهم بالراحة ايه الاسباب ايه الدوافع لده ليه انتوا رفضين ده لأ انا ممكن اتحمل ده طب لو حصل حاجة دي تبقى على مسؤوليتي معلش يصدام موضوع انا شاف ان هي مناسبة من وجهة نظري ويخلي الكلام يبقى فيه نوع من انواع الليونة او ارسل لهم احد يكون هم بيثقوا في كلامه او بيستريحوا في كلامه او لو دلال عليهم اكتر منك ممكن يضغط عليهم لكن الموجود الموضوع ما يجيش كسر يا استاذ احمد لازم الموضوع يجي بتؤدى وبالتأني وبالراحة بهدوء لغاية لما يوف في حالة عدم وفقة الاب والام على الزواج فينبغي على الانسان ان يتوقف حتى لا يكن ذلك سبب من اسباب العقوق لانك لو فعلت ذلك رغما عنهم وهم اصروا ان دا يكون غضبانين عليك فيه فهذا يعد من باب العقوق في هذه المسألة والله اعلم